تشهد المناطق الغربية في الولايات المتحدة وكندا ارتفاعاً في درجات الحرارة في ظاهرة أرجع خبراء بشكل مباشر إلى تغير المناخية يأتي ذلك فيما تكافح السلطات للسيطرة على حرائق الغابات في كلا البلدين موجة حر غير مسبوقة تشهدها مناطق غرب الولايات المتحدة وكندا لم تقتصر تابعتها على الارتفاع الكبير في درجات الحرارة على البشر وإنما تسببت في موجة وسعة من الحرائق بمناطق الغابات حرائق تكافح السلطات الأمريكية والكندية للسيطرة عليها بينما يرجع الخبراء الأمر لظاهرة التغير المناخية التي تؤثر على العالم أجمع موجة الطقس الحار تضرب غالبية المناطق الساحلية الأمريكية المطلة على المحيط الهادئ وقد حذرت الدائرة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية من وصول درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة كما حذرت من احتمال اندلاع حرائق جديدة في كاليفورنيا جراء انخفاض الرطوبة وشدة الرياح وفي كندا اندلع أكثر من خمسين حريقا بالغابات في اليومين الماضيين وأعلنت السلطات عن إجراءات طارئة جديدة تهدف إلى منع اندلاع المزيد من الحرائق بما فيها تدابير من شأنها إبطاء حركة القطارات أو الحد منها بينما بقيت عشرات البلدات والمناطق خاضعة لأوامر بالإخلاء